أنا في نقطة بضك من نقاط الربع اللي ما تتسبش ولا تتنسيش اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل عندنا حاجة بيعملوها الناس كتير قوي اسمها بالبلد كده حر السلعة ونهى رسول الله بأن تباع السلع حيث تبتاع يعني ايه يعني يروح يجيب تلاجة من محل معين بكام بعشر تلاف جنيه قصد يقول له طب ايه رأيك قده لك كاش بتمانية وتديني التمانية الكلام ده حرام وربع خطورة الربع ايه ليه ما بيغنقش ليه خدت قروض قد كده وما اغتنتش من الجمعيات دي وليه حرقت بضع قد كده والدوامة كبرت لان ده وعد ربنا اسمع كده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربع وإن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلقم رؤوس أبوالكم لا تظلمون ولا تظلمون اوقع تفكر ان ربنا هينزل بسيف حربك حاشا وكلا انما الفقر حرب والضنق حرب وضيق المعيشة حرب وغلاء الاسعار حرب والهموم حرب والحزن حرب والنكد حرب والكآبة حرب وكل هذه الامور حرب من الله فأحسن التعامل مع الله فإن الله سبحانه وتعالى له حروب عدة خد مني النهاردة الهدية اللي ناس كتيرا أو بتسأل عليها اللي مرة كلمت عليها وقلت ان سيدنا الامام الشفعي كان ليه رقيا خاصة به سيدنا الامام الشفعي بيقول ان لما تعلم الرقيا دي محتشته مع هذه الرقيا الى طبيب قط بإذن الله فإن الله هو الشافي يعني انت عم الشيخ بتقول لنا النهاردة ما تروحوش لدكاترة وقفلوا الصيدليات ابدا انا بقول لك روح للدكتور وعمل اشعة واخد الدواء ولكن الجزء المعنوي الجزء الروحاني الجزء اللي مملكوش الطبيب زي ما يقول أستاذنا الدكتور حسن موافي إنما الطبيب يملك علاج لكن لا يملك شفاء فإهرع بالشفاء إلى الله سبحانه وتعالى برقية سيدنا الامام الشفعي سيدنا الامام الشفعي يعلمنا يقول تقول كده بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسكن أيها الوجع سكنتك بالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسكن أيها الوجع سكنتك بالذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا يمكن تكون الفظة صعبة شوية لكن لو كررتها كتير على أي وجع سيشفيك الله سبحانه وتعالى